مع الحديث المتكرر عن سحب الولايات المتحدة الأمريكية قواتها القتالية من العراق بحلول نهاية العام الحالي تتصاعد التكهنات بشأن من سيملأ الفراغ الذي ستتركه واشنطن لا سيما بعد مؤتمر بغداد لدول الجوار الذي حضره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موقع ميدل إست آيل بريطاني نقل عن مسؤولين في بغداد وواشنطن قولهم إن ماكرون يريد أن يقدم فرنسا على أنها داعم وحليف استراتيجي لحكومة الكاظم وأن القمة الإقليمية كانت مكانا مثاليا لانطلاق مشروعه في العراق ويؤكد الموقع أن الانسحاب الأمريكي هو بالنسبة لفرنسا فرصة للتوغل في العراق وخلق منصة انطلاق لتوسيع نفوذها في أنحاء الشرق الأوسط ما يعني أن مؤتمر بغداد الذي عقد الأسبوع الماضي كان البوابة الرسمية التي دخلت فرنسا من خلالها إلى العراق وفق تعبير مسؤولين حكوميين أكدوا أن المؤتمر كان في الأصل مشروعا فرنسيا وينقل ميدليست آي عن قيادين في تيار الحكم قوله أن الساسة في العراق يبحثون عن قوة يمكنها ضمان الأمن للعملية السياسية بعد الانسحاب الأمريكي كما أن الإيرانيين أنفسهم يبحثون عن شركاء في الغنائم والخسائر في العراق وأن فرنسا تعتبر بمثابة لاعب دولي مقبول إقليميا ولا ترفضها طهران ووفقا لمصدر في فريق الكاظمي فإن تحرك باتجاه فرنسا سببه أن النظام السياسي في العراق لم يحصل على شرعيته من خلال الانتخابات بل عبر الدعم الذي يمنحه المجتمع الدولي مضيفا أن وصول الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى استنتاج مفاده أن العراق أصبح قضية خاسرة وأنه لا فائدة من الاستمرار في دعمه سيعني انهيار هذا النظام ويؤكد المراقبون أن رغبة فرنسا الماكرونية بتحويل العراق إلى لبنان ثاني في المنطقة ستصطدم بعقبات عديدة أولها الاختلاف والتباين الكبيران بين الحالتين العراقية واللبنانية من حيث الحجم والمقومات فضلا عن أن باريسا لا تمتلك القدرات الكافية للنجاح حتى على المدى القصير ما يعني أن مهمة شاقة تنتظر الفرنسيين في محاولتهم لملء الفراغ الأمريكي في العراق وأن الهدف من تحركاتهم قد يكون مجرد تحويل المساحة المتاحة لهم إلى موطئ قدم للتوسع في الشرق الأوسط